بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط لبرامج ومعاهد التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية اليوم مدت هنا إن شاء الله رياضيات للفصل الدراسي الثالث عنوان درس اليوم معرفة وحدة قياس المسافات الكيلومتر كما تعودنا بداية كل درس هناك تعليمات يجب أن أتبعها لكي أستفيدها من درسي المعروض أولا أختار المكان المناسب للتعلم عن بعد ويكون خاليا من الضجيج أعرف جدول وأوقات التعلم المباشر أجهز الكتاب المدرسي وأدوات التي أحتاجها من الأقلام والألوان اليوم إن شاء الله سوف نحتاج الكتاب المدرسي من أجل حل تدريبات الكتاب أستمع إلى الدرس بتركيز أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد والمساعدة انوان درسي اليوم معرفة وحدة قياس المسافات الكيلومتر الأهداف التعليمية التي سوف نحققها إن شاء الله نهاية درسي اليوم رقم الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على وحدة قياس الأطوال والمسافات وهي الكيلومتر المتر الصانتيمتر المليمتر الأهداف الخاصة رقم واحد أن يطابق الطالب والطالبة وحدة قياس الأطوال والمسافات الكيلومتر المتر الصانتيمتر المليمتر بما يماثلها من خلال الأنشطة المعروضة اثنان أن يسمي الطالب والطالبة وحدة قياس الأطوال والمسافات وهي الكيلومتر المتر الصانتيمتر المليمتر الهدف الثالث أن يستخرج الطالب والطالبة وحدة قياس الأطوال والمسافات الكيلومتر المتر الصانتيمتر المليمتر من خلال الأنشطة المعروضة وآخر هدف أن يذكر الطالب والطالبة وحدة قياس الأطوال والمسافات القصيرة ما هي المليمتر والسنتيمتر ووحدة قياس الأطوال والمسافات الطويلة ما هي المتر والكيلومتر نراجع ما تعلمته في درسي السابق نريد أن نساعد الطالب في ترتيب وحدات قياس الأطوال والمسافات بدءا من الأصغر وانتهاءا إلى الأكبر ما هي أصغر وحدة قياس تعلمتها ما هي؟ هل هي الكيلومتر؟ هل هي السنتيمتر؟ أحسنتم هي المليمتر أضعها في أول الدرج الذي يليه ماذا أضع؟ نرتب من الأصغر إلى الأكبر أحسنتم السنتيمتر أضعها في السلام الثاني الذي يليه ممتاز المتر المتر هو وحدة نظام المتري هو أكبر وحدة نظام المتري وأكبر منه ما هو أحسنتم الكيلومتر وهو أكبر وحدة قياس في درسي اليوم تمكننا من ترتيب وحدات القياس بدءا من الأصغر وحدة إلى الأكبر وحدة وأكبر وحدة يتمثل درسي اليوم نستمع إلى قصة درسي اليوم يذهب محمد إلى المدرسة سيرا على الأقدام هل أقيس هذه المسافة بين منزل محمد والمدرسة بالسنتيمتر؟ أو أم بالأمتار أم بالكيلومترات؟ ما هي وحدة قياس المسافة بين مدرسة محمد ومنزله؟ ما هي؟ أحسنتم هي المتر وهذا هو شكل المتر وحدة قياس التي استخدمناها لقياس مسافة التي يقطعها محمد كل يوم من المدرسة إلى المنزل ومن المنزل إلى المدرسة سيرا هي ماذا؟ هي المتر وهذه هي وحدة النظام المتري المتر أنتقل للنشاط الآخر فكرة درسية ما هي فكرة درسية اليوم؟ أقدر الطول وأقيسه بالمليمتر السنتيمتر والمتر كما شاهدت وبالكيلومتر وهو أكبر وحدة قياس أتعرف على وحدات القياس الكيلومتر وهو أكبر وحدة قياس لا أستطيع أن أشاهد نهايتها التي أصغر من هي ماذا؟ أتذكر هي ماذا؟ هي المتر وكثير من الأشياء التي حولي أستخدم المتر عند صنعي لملبس عند اختياري لطماش عند قياسي لغرفة الصف قياسي طول الباب دائما نستخدم المتر كثيرا فيما حولي الأصغر منه ممتاز السنتيمتر والأصغر منه هو المليمتر رائع هذه هي وحدات القياس أحضر كتاب المدرسي نفتح صفحة 98 نفتح صفحة 98 نشاط رقام 3 لون وحدة قياس المسافات الطويلة فقط نلون المسافات الطويلة ما هي وحدة قياس المسافات الطويلة؟ أحسنتم الكيلومتر نلونه بألوان الجميلة ألون الدائرة بألوان الجميلة هل ألون السنتيمتر؟ أحسنتم لا الصف الآخر المتر نلونه أم لا؟ أحسنتم نلون المتر لماذا؟ لأنها وحدة قياس المسافات طويلة واختصار اختصار ماذا؟ أشاهده دائما بالطريق ماذا؟ أحسنتم الكيلومتر هل ألون هذه الدائرة؟ نعم ألونها لأنها تمثل ماذا؟ تمثل وحدة قياس المسافات الطويلة وبالأسفل السنتيمتر هل ألون أحسنتم؟ وآخر دائرة يوجد بها رمز حرف ماء ماذا تعني؟ أحسنتم تعني المتر هل ألون هذه الدائرة؟ نعم ألونها لأنها تمثل ماذا؟ تمثل وحدة قياس المسافات الطويلة لونة كم دائرة؟ واحد اثنان ثلاثة أربع لونة أربع دوائر من أصلي ستة لونة الدوائر التي تمثل وحدات قياس المسافات الطويلة انتهيت؟ أنتقل للنشاط الآخر نشاط رقم أربعة أكتب المسافة اللازمة للوصول إلى المدن التالية صفحة تسعة وتسعون دائما أشاهد هذه اللوحة أثناء السفر بين المناطق بين المدن في بلادي جدة كم تبعد؟ كم كيلو؟ أقرأ العدد أحسنتم خمسمائة وأربعة وسبعون أكتب العدد في الفراغ خمسمائة وأربعة وسبعون كيلو متر استخدمنا هنا وحدة القياس الكيلو متر لقياس المسافات الطويلة مكة المكرمة أسمي المسافة أحسنتم خمسمائة واحد وثمانون كيلو متر نكتبها في الفراغ خمسمائة واحد وثمانون كيلو متر المدينة المنورة أقرأ المسافة كيف أقرأ؟ تسعمائة وسبعون كيلو متر هذا الرمز يمثل ماذا؟ يمثل الكيلو متر وهو أكبر وحدة قياس نكتب الفراغ تسعمائة وسبعون كيلو متر انتهيت من نشاط رقم أربعة صفحة تسعة وتسعون أنتقل للنشاط الآخر أكمل نفس المهارة أقرأ المسافة وأكتبها في الفراغ أبهى كم كيلو؟ أحسنتم عشرون كيلو متر أضعوها بالفراغ خميس مشيط كم كيلو؟ أحسنتم ثلاثمائة كيلو متر وجازان أحسنتم سبعمائة وثمانون كيلو متر في هذا النشاط كتبنا المسافات وقرأنا ماذا؟ قرأنا المسافات التي تبعد بين المناطق باستخدام محدة القياس الكيلو متر الصورة الأخيرة الرياض أسمي العدد ألف أربعمائة وستون كيلو متر ممتاز عرعر أربعمائة وعشرة كيلو متر حفر الباطن تسعمائة وخمسة وستون كيلو متر انتهينا من هذا النشاط هناك هدف أساسي لقياس المسافات الطويلة والبعيدة التي لا أشاهد نهايتها أستخدم وحدة القياس ماذا؟ الكيلو متر أم المتر ماذا أستخدم؟ لقياس المسافات الطويلة المسافات التي لا نهاية لها المسافات بين المدن بين المناطق أحسنتم أستخدم وحدة القياس الكيلو متر الكيلو متر تعادل ماذا؟ تعادل ألف ألف متر الكيلو متر تعادل ماذا؟ تعادل ألف متر تعادل ألف متر كيلو واحد يعادل ماذا؟ يعادل ألف متر سوف نستخدمها في أنشطة الدرس الآن أنتقل للنشاط الآخر نشاط رقام خمسة ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة واحد كيلو متر يساوي ماذا؟ هل يساوي ألف متر؟ أم مائة متر؟ أم عشرة أمتار؟ أختار الإجابة الصحيحة هل هي ألف أم با أم جيب؟ واحد كيلو متر يقابله ماذا؟ ألف متر؟ مائة متر؟ أم عشرة متر؟ أحسنتم كما ذكرت يقابله مائة متر أضع دائرة أو أكتب العدد هنا مائة متر ممتاز انتهيت من نشاط رقم خمسة صفحة مائة واحد أنتقل إلى النشاط الأخير في درسي اليوم نشاط رقم ستة أكمل الفراغات الآتية واحد كيلو متر يساوي ماذا؟ كم متر يساوي؟ هل يساوي مائة؟ أم ألف؟ واحد كيلو متر يساوي كم؟ مائة أم ألف؟ أحسنتم يساوي ألف أكتب بالفراغ العدد ألف الفراغ الآخر فراغ متر يساوي واحد كيلو ما هو العدد الذي أضعه هنا؟ أحسنتم نكتب العدد ألف ألف متر يساوي واحد كيلو ألف متر يساوي كم؟ يساوي واحد فقط كيلو وبهذا النشاط انتهيت من درسي الجميل ما هو عنوان درسي اليوم؟ ما هو عنوان درسي اليوم؟ ممتاز هي وحدات قياس المسافات والأطوال أطلب من ابناء وبناتي تكرار مشاهدة دروس عيلي لتثبيت المهارات الأساسية نقل آثار ما تعلمته تعلمت أن أكبر وحدة قياس هي الكيلو متر وأستخدمها دائما عند التنقل من مكان إلى آخر بين المناطق، بين الدول، بين المدن وكذلك أن المتر أستخدمه كثيرا في حياتي من خلال صنع قطعة قماش وفصل فستان قياس غرفة المعيشة شكرا جزيلا أبنائي وبناتي لحسن استماعكم سوف ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم